في البداية حابين نعرف من حضرتك يعني أعتقد أنه في هذا الملف تحديدا ملف الاتصالات يعني في وقت من الوقت مصر كانت بعيدة شوية عن أنها تكون ضمن بخير نقول المراكز المتقدمة في هذا القطاع تحديدا لو هنتكلم عالميا هايزة عرف من حضرتك التفرق اللي حصلت في مصر خلال السنوات الأخيرة حصلت إزاي وكنا فين قبلها الحقيقة لما نجي نتكلم على بناء مصر الرقمية أنا أعتبرها أنها حكاية وطن لشعب عظيم وقيادة حكيمة يعني اللي احنا أطعناه في آخر خمس سنين منذ أن أطلق في خمطة رئيس عفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية أطعنا شوط كبير جدا واحتلينا في المرتبة رقم واحد في أفراقيا هل الكلام ده كان سهل؟ ما كانش سهل جدا لأنه تكلف مئات المليارات من الجنيهات استوعب فرص عمل بعدة آلاف من الشباب وفي نفس الوقت خدمة جوت قوي جدا عشان نرتقي زي ما حالك تقولتي في مصاف الدول المتقدمة الحقيقة مرينا بعدة مراحل كان أول حاجة تطوير البنية التحتية الرقمية صحيح إحنا كان عندنا من خمس سنين سرعة الإنترنت تكاد تكون خمسة ميجا بيت بر ساكنت النهاردة وصلنا إلى خمسة وخمسين ميجا بيت بر ساكنت يعني أكتر من عشر أضعاف دي خلتنا نحتل المرتبة الأولى إفريقيا في سرعة الإنترنت السابت طيب الكلام ده هي كلمة كده صغيرة لكن الكلمة الصغيرة دي خدت لها حوالي يمكن أكتر من 200 مليار جنيه طبعا مش زرار يعني أكيد كان في خطوات وخدت سنوات تبليه لأن احنا كان كل الكابلات الناقلة لاتصالات والإنترنت في مصر أو الغالبية العظمى منها كانت كابلاتنا حسين صحيح حولنا للقايب تستبدل كل الكلام ده إلى كابلات من الألاف الضوائية على مستوى مصر كلها خد سنوات وخد في نفس الوقت تكلفة عالية جدا دي أول حاجة هل إحنا اكتفينا بكده لا إحنا عندنا محافظات حدودية أطلقنا القمر الصناعة طيبة واحد عشان يغطي سرعة إنترنت فائج السرعة عريض النطاق المناطق الحدودية كلها عشان يبقى لأي واحد مقيم في جمهورية مصر العربية سواء في القاهرة أو في أي قرى أو نجوع يقدر يتواصل مع الإنترنت بسهولة اللي هي حتى تحلو الخدمات الرقمية صحيح دي كانت أهم نقطة البنية التحتية الرقمية في البنية التحتية دي تحديدا يا دكتور عاوزيني أعرف إزاي ساهم المشروع القومي حياة كريمة في تسريع من وطيرة البنية التحتية الموجودة في كل محافظات وقرى وريف مصر كبير طبعا هي لو تسمح لي أبقى أجاوبك على السؤال ده بس أكمل بقية المنظومة طيب هل البنية التحتية لوحدها كده تكفي طبعا لا إحنا كان عندنا في القطاع الحكومي أكتر من مئة قاعدة بيانات متناثرة كل وزارة وكل جهة عندها قاعدة بيانات أنشأت في يوم ما بتكنولوزية ما وكان هدفها ساعتها تؤدي الغرض بتاعها طب لما جم يعملوا حكومة رقمية تشاركية زكية ما عرفوش يربطون ببعض ليه؟ لأن التكنولوجيات مختلفة كأنك بالضبط كده جاب عربية مركة معينة وجاب لها مطور عربية أصغر ده ما يركبش هنا صحيح طب الكلام ده كله عشان أوحد قواعد البيانات دي كلها وأربطها ببعض وخليها متكاملة وأعمل عملية تنظيف للبيانات اللي فيها ما فيها المواطنين ممكن يكونوا توفاهم الله ومازالوا موجودين كان ربطهم ده وتنقية البيانات دي خدت لوحدها حوالي سنة ونص الآن أنشأت قاعدة بيانات موحدة مؤمنة تخدم جميع الوزارات يعني أي وزارة عايزة تعمل أي حاجة تدخل على قاعدة البيانات دي ومش بس كده لو دخلت على المواطن على قاعدة البيانات دي من جهة وزارة الصحة أقدر أعرف كل بياناته الأخرى لو حبيت من ناحية التعليم من ناحية السيارات اللي يملكها المباني والشواء اللي يملكها أصبح دام وتحت بالرقم القومي تحت الرقم القومي الكلام ده ما كانش موجود زمان طيب دي كانت مرحلة مهمة جداً ما أنت بتجهز طيب الأهم بقى عملت قاعدة بيانات هتروح فين كان لازم تنشئ زي ما قال في خمط الرئيس من يومين لازم تنشئ مركز معلومات كبير كان عندنا زمان مراكز معلومات كتيرة جداً صغيرة في كل وزارة برضو أنشأنا أكبر مركز معلومات حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة ده الواحده تكلف حوالي 16 مليار جنيه مبنى بس تحت عمق الأرض بحوالي 19 متر مؤمن ضد الزلازل والبراكين والحوادث الطبيعية ومئات السيرفرات اللي فيه مؤمنة بطرق سيبرانية ضد الاختراقات الإلكترونية طيب أنت بتعمل ده ليه؟ عشان تحطي فيه قاعدة البيانات علاوة على التطبيقات الأخرى المنفردة لكل جاي حكومي الداخلية عندها حاجات معينة الصحة عندها التعليم عنده هم مشتركين في أجزاء معينة وكل جهة ليها إيه؟ جزء بتاعي نعم طيب إحنا كل ده بنبني لسه ما اشتغلناش طيب المواطن فين؟ المواطن حسس بالكلام ده لا لأنه لسه ما استفدش زي ما حق قلت بقى بنينا حاجة اسمها منصة مصر الرقمية كان زمان برضو كل جهة حكومية عاملة ويب سايت أو منصة خاصة بيها صحيب النهاردة قلت لأ كل الجهات دي المواطن بدل ما يتوزع على مية منصة أعمل له منصة واحدة يدخل بيها بالرقم القومي يقدر من خلالها يدخل على أي خدمات لأي جهات طيب منصة مصر الرقمية دي بناءها كلف وخدوقت طيب أتيح عليها 168 خدمة طيب واحد يقولي الخدمة دي أنا بجيبها كده حطها جهزة لا ده الخدمات كانت زمان في الحكومة طبقا للقوانين ليها إجراءات نماذج المواطن يعبيها صحيح ويروح يدفع في الشباك الفلاني ثم مين يعتمدها وهكذا صحيح طيب عملنا عملية حاجة اسمها إعادة هندسة الإجراءات ده كله لازم يكون قوانين تتعدل في الدولة عملية إعادة هندسة الإجراءات دي طيب فايدتها إيه علشان تحول الخدمة قانونيا من ورقية إلى رقمية وتخدها في خطوة واحدة كمواطن دي نقطة خدت مجهود كبير جدا من الفنيين بقى المبرمجين والمطورين وأمن وسرية المعلومات واللي على الشبكات وغيرها طيب هل إحنا كان قدامنا رفاهية الوقت لا كنا ماشيين بالتوازي في كل هذا الكلام طيب هل كان عندنا الموارد البشرية التكنولوجية الكفة لا حقيقة ليه عندنا الشباب الواعد كان بيطلع في الشبكاء في الشركات العالمية بره طيب كان لازم نعدي جيل جاهز من الشباب اللي عاملين في الحكومة والقادرين على تطوير البرمجيات من الشركات المصرية صحيح طورنا حوالي 250 ألف شاب عشان يعملوا في المدن الزكية في مراكز المعلومات الحكومية وإيجاد فرص عمل غير تقليدية مع الشركات العالمية هو قاعد في مصر طيب بعد ما عملت هذا الكلام كله كان لازم بقى إيه تفكر في حاجتين لازم يكون عندك شبكة حكومية تربط جميع المواطنين مع بعض دي أول حاجة طيب تربطهم بمين بمركز المعلومات اللي في العصامة الإدارية الجديدة طيب تربطهم بإيه بجميع الخدمات الموجودة قدامك حلين لإما كنت تعمل شبكة عن طريق شبكة الإنترنت وتريح نفسك وشبكة الإنترنت قابلة للاختراق السيبرانشي صحيح حتى في العالم كله لإما تعمل شبكة مغلقة على الحكومة المصرية ليه؟ عشان تضمن على اختراقها يعني أمن المعلومات ما يقرب من مية في المية تبدأ حل مكلف جدا طيب أعمل الحل ده إزاي؟ ده أنا عندي 35 ألف مبنى حكومي متنثرين في الوزارات والمحافظات والقرى والنجوع ما أنت عايز تربط جميع المصالح الحكومية والصحة والتعليم والتموين والجهات الأمنية والترخيص والبلديات وغيرها طيب كان لازم عشان تعمل الشبكة المغلقة دي لازم تربط المباني دي الـ 35 ألف مبنى حكومي إحنا ربطنا منهم حتى الآن بكابلات فيبر أوبتيك حوالي 20 ألف مبنى حكومي ده كله تكلف طبعا المواطن العادي مش واخد باله من التفاصيل دي لكن هذا كلام كله تم بالتوازي تَوازي